السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال الميكروبيت واحنا شرحنا الميكروبيت اكتر من مرة وممكن تبرمجه من اكتر موقع ممكن الموقع الرسمي او موقع ميكروسوفت وتقدر ان انت تكتب الكود. ده هيخليك تقدر تعدل في البوردة نفسها. ممكن انت مسلا ان عايز تعمل دايرة معينة عايز تعمل شغله معين فتقدر ان انت تبرمجه. وتكتب له الكود. وممكن تكتبها بطريقة مرئية. يعني ممكن اطفال صغيرين يقدروا ان هم يبرمجه. زي ما عملنا ده في درس من الدروس. هم كاملين ان شاء الله في الدروس. لكن تعال نشوف مثال لحاجة عملية. حاجة مسلا بالشكل دوت. اهو. تمام. ان نقدر نحمل الكود ده اللي احنا عايزين. هنا بيرائب هو درجة الحرارة لما تصل لدرجة معينة هيكتب حاجة. ولما تنزل عن درجة معينة هيبدأ يكتب كلمة تانية. طبعا من دي فيها شوية افكار حلوة. تقدر تحملها بعد كده. تمام? او تقدر ان انت توصل الجهاز من خلال لو شغال على الكمبيوتر او البلوتوز لو انت شغال على التابلت. طيب تعال نشوف الكود الجميل دوت الكتب ازاي? مايكرويت. ده طبعا تبع بريطانيا لكن هو اوبن سورس في اي حد في العالم كله يقدر ان هو يسمحها ويدا ان هو يبرمجها ويدا ان هو يتعامل معها دي فايدة الاوبن سورس. بص الكود سهل اول حاجة هو قال له فور ايفر. ما لهوش لما تبدأ من بيزيك هنا تقدر تقول له انا عايز الحاجة دي فور ايفر او اون ستارت. تمام? ان كل عليك ان انت مسلا تسحب الحاجة زي كده. بيقول له انا هعمل برامطر. البرامطر اهو. اهو. عمل هو برامطر يقيس اللايت ليبل وبرامطر يقيس التمبراتشر. تمام? بحيس ان لما درجة الحرازي ده حركة معينة يبدأ ان هو يكتب حاجة معينة. تمام? طيب الشور لد دي لو انت عايزها ممكن تيجي هنا وتقول له شور لد وتسحب وتبدأ ان انت تختار العناصر اللي انت عايزها تبقى من التنور. بالشكل ده. وهنا بيقول له لو هي وعز في التون معينة التون دي موجودة هي في الميوزيك. بس زي ما انت شايف انت بش بتكتب كود انت بس بتوصل حاجات ببعض. بالشكل ده. تمام? فهو كود سهل جدا وسيط وفش هي خالص. فهو انا بقى اعمل قاعدة اف لو التمبريتشار اقل من خمسة وعشرين. سيت سيرفز بي وان. خلي الانجل بزيره. طيب لو لو التمبريتشار بقت اكبر من خمسة وعشرين. خلاص ابدأ شو آآ سترينج سي. طيب يعني خلي دي مسلا اقل من خمسة وعشرين. يبدأ يزير لك مش ان تزود. لو احنا زودنا. يبدأ يغيرها بخلاب سي. وده برضو يتغير معين. تمام? لو انت وصلت البوردة ووصلت ديت هيبدأ ان هو يشغل نفس الطريقة. ولو فيه صوت يبدأ ان هو يشغل الصوت. زي ما انت شايف الفكرة سهلة وبسيطة وتساعد الشخص سواء طفل او كبير ان هو يفهم الكود. بعد كده تقدر تيجي على جوا في سكريبت فتشوف الكود. فتقدر انت تستوعب بشكل افضل فكرة البرمجة. ان هنا بيعرف متغير وبعد كده بيكتب الكود دوت. فهتلاقي الموضوع ببقى سهل جدا ان انت تفهم شفرة الكود. فده اول الخطو في البرمجة.